قدمت قوات برقان الفرنسية هدايا لتلاميذ مدرسة النقبة الحديثة بفرشة عبدالله هارم بمبادرة سقية قامت قوات برقان المتواجدة في الأراضي الوطنية بتسليم أدوات مدرسية ومعدات رياضية لصالح تلاميذ مدرسة النقبة الحديثة هذا وقد استحل الحفل بكلمة مدير المدرسة الذي رحب بالهضور شاكرا ممثل برقان على وجه الخصوص وأكد أن هذه المساحمة القيمة تدل بالاهتمام بالتعاليم لأبنائنا وترقيتهم ممثل قوات برقان إمام أبدو بالهرزي قال إن المساحمة المقدمة تعتبر حديث وتشجيع للتلاميذ لمواصلة دروسهم كما أنها تدقل في إطار التعاون الفرنسي المفتش التربوي بالدائر الأولى محمد أنبدو دع لجميع على نهج هؤلاء من قوات برقان لأبنائنا والسعي إلى الخير والمنفع كما هست التلاميذ على الصبر والمثابرة واحترام معلمهم حتى ينالوا لعلم المطلوبة النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأولى جبرين محمد أبدو الكريم شكر قوات برقان على هذا الأعطاء القيم من الهدايا كما أثناء على أعضاء حيئة التدريس والحيكل الإداري على جهودهم المقدرة من أجل تكوين جيل واعي ومثقف ومحبا لوطنه ترجمة نانسي قنقر